السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اصحابنا عاملين ايه الله ما صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين طبعا انا طالع معاكم النهاردة هعملوك واجبة خفيفة وكلكم بتحبوها واصفالنا بيحبوها وطبع لذيذة طبعا بس اكيد مشكلتها نية بتبقى تكلفتها عالية علينا وبنقدرش ان احنا نشتريها طبعا مش كلنا بس يعني احتياجاتنا بتفرض علينا هتجيبي واحد هتجيبي اتنين هتجيبي ما شاء الله تلاتة مش هتضرز تجيب اكتر من كده انا معاكم دلوقتي هقول لكم على التفاصيل ايه هي الاكلة ولو اجيب فيديو عجبكم اتمنى تشتركوا في القناة وفعلوا الجرد احنا معنا دلنهاردة هنعمل كرب الحدق ده ما قولتلكم ان شاء الله كبايتين الدقيق معنا همت معهم كبايت لبن وكبايت مية وكبايت هنحط طبعا اضافات بتاعتنا معلقتين نشا عشان النشا طبعا بيخلي الكربات بقى ناشفة شوية وحط ملح وفلفل وطبعا انا بضيف الكباية الكباية بتاعت اللبن وبضاية وفنجان قهوة زيت انا ما بستخدمش الزيت في الوصفة دي جماعة ولا بحطه في الخلاط انا بضيفه طبعا عشان لما حطه في المقلة او حطه في الطاصة عشان احطه واسوي بيها طبعا انا دلوقتي حضرت الحاجة كلها في المكونات معاكم هوت طبعا انتو عارفين جوائرية انا ما قدرتش هطلحها معانا عشان الموضوع بس فيه يعني نار وكده وبتجاز فالموضوع هيبقى صعبة عليها شوي هنا بقى كنت هحط دلوقتي معلقتين النشا معاكم وهحط الملح والفلفل وطبعا هنبقى نضرب الخليط ده كله هحط معاكم الملح والفلفل اهوت وهضيف معاكم دلوقتي هاجيب الخلاط واضرب الحاجة دي كلها طبعا في اللحظة دي انا قلت يعني ممكن تستخدمي المضرب اللي ده وبتاعك بصوا طبعا ولا بيكون تقيل ولا كبير ممكن تستعملي الكبة اه ممكن تعمليه بالبانضرب بصي وبيتعامل بكل الطرق هي الفكرة كلها انا بوريكي السمك بتاعه ببقى عامل ازاي انا بقى شوف اللحظة دي انا عرفتك طبعا انت عايزة تعملي ضعف الكمية دي هتزاودي مثلا كباتين دي تعملي زيهم مثلا قصدها كبات لبن وكبات مية عايزة تعمليها بلبن انتو طبعا عارفين بره في المطاعم ما بيتعملش ببيض ولا بيتحط له لبن هو بيتعمل ممكن بلبن بودرا يتحط مية طبعا فيه ناس بتحب وبيتعمل وكمان ما بيتحطش بيد فانا مش عارفة انتو طبعا تزي ولا لا بس انا صراحة بحب يحط البيضة عشان تبقى يعني ممرقة اللقمة شوية وعارفة اشيلها من مكانها او ما تبقاش نشفع على الطفل برضو هو بيأكل فدلوقتي ضربت السيل قدامكم بهوت وهذا هبدأ احط معاكم ووريكم طريقة التسوية اكيد طبعا عارفينها يعني ومش تبقى غريبة عليكم ولا حاجة فدلوقتي في المرحلة دي طبعا انا هضيف دوت احطته في بولا هوت وحاطت الزيت جنبي بس اعيد اولوكم على حاجة اهم حاجة عشان عجين تكريب بتطلع معاك كويسة تصيبيها شوية حوالي ساعتين يعني ترتاح بس معاكي عشان تشوفي سمكها شوفو ما شاء الله عاملة ازاي وهنا حطنا تصع على النار لازم طبعا تبقى يعني سخنة شوية وطبقى عارفة مكان معين تضيفي في السائل بتاعك عندك كوباية عندك حاجة معيارية طيما بتعيري بيها انا باخد بعمل بالكبشة الصراحة فابقى متعودة مثلا عشان نشوف السمك الكريباية اللي انا عاملها هيبقى عامل معايا ازاي هل هيبقى الموضوع يعني كبيرة معايا شوية فانا طبعا بحاول قدر الامكانة صغرة حواريكو طبعا انا حطيتها هوات وطبعا اول ما تحطي كده حاول تليفي على طول الكريباية من ايدك عشان العجينة بتاعتك ماتت هلاش معاك وفي نفس الوقت تاخد شكل مش لطيف ودليل طبعا قمتلكو قبل كده وانا بعمل الكريب بالحلو ان حلوة العجينة لما تلاقي فيها الفقاقية اللي طالعة في العجينة دي اعرف انت ماشا صح اعرف العجينة اللي بتاعتك دي مادومة صح هتطلع معاكي ما شاء الله كويسة طبعا انا يعني انا زي اي ام في الدنيا بتمنى ان نعمل لولادي الحاجة اللي قدر عليها او المستحبة بالنسبة لهم او اللي هما بيحبوها هما اكيد بيتمنوا الاكل اللي منبر وانتوا طبعا ما انتوش ضد الكلام ده اكيد ولادكم بياخدوا منكم مبلغ قد كده عشان يجبوها فطبعا عايزة نبيه كل حاجة برضو انت لو شايفة نياش ناشفة شوية او يعني عاملة معاكي شوية مش طرية طبعا هما معلقتين النشة ده هما اللي بيخلوها فيها شوية من النشفان سنة شوية عشان تعرفي تمسكيها وطبعا بصي يا ما شاء الله ما شاء الله العجينة عاملة ازاي وقبت ازاي هنا في اللحظة دي يعني لازم تجيبي حاجة تبقى موجودة عندك عام نهل العجين طبعا فوطة ملاية اي حاجة انا سيبقى انا بغطي الصراحة عشان ما ينشفش ممكن انت تسيبي كده ممكن مش شرط انت تغطي السيبي كده متهوي مثلا فينشف معاكي سنة او مايبقاش طري زينا عن اللزوم وانت بتستخدمي استخدام تاني في اللحظة دي انا عايزة اقول لك ان مش شرط يكون ابيض او فتح كده تقولي لا اهو ازاي ابيض كده هقولك ان انا لما بايجي اسويه تاني عالطاسة بعد ما بحط في الحشو وطبعا بيعمل معي لون تاني هنا كنت بدأت معاكم بقى ان شاء الله اوريكم الحشو اللي معاي هنا موجود اه اه مايونيز وحطين هنا اه هضيف عليه كتشب يعني هو ده طبعا السوس الاساسي اللي بيتحط معاكي في اي كربانت بيجي به هيتحط معاكي في الكربانت هنا كان فيه كام قطعة كوكي محمراهم مقطعاهم وطبقت بطاطس وجابة اه كابوش وفيف في الالوان اه طبعا وجبنا مزرلة طبعا عايزة تحطي زيتون برحتك باختلاف الحشوات بقى طبعا ريتو بتحبوها ممكن تحطي سجوء تحطي سوسيس شاورمة فراخ اه شاورمة لحمة اللي انتي عايزة كله يعني حسب اضافاتك واضع في الايمان انا بحب اكله الصراحة كرب بطاطس يعني ساعات ما بيكونش مثلا وقت مستحمل انا طلع حاجة من الفريزر وبدأ اعملها بيبقى عندي المتاح ان انا اعمل بطاطس بموت فيها الصراحة ممكن تختلف معايا طبعا وممكن يقول لك رأي تاني بس انا في اللحظة دي انا هشلكك الكرب باية ما شاء الله بصي عاملة ازاي جميلة وخفيفة مش تقيلة ولا حاجة ومش اللي هي مسلا تاخذيها تلاقيها تقيلة معاك يعني تكليها وتحس انها تكتمت او كتمتيها من كتر ما انت كتمتك من كتر ما هي تقيلة لا هي خفيفة هبدأ معاك افرد الصوص معاك وهواريك برضو طرقي في اللف الكرب باية ممكن تكون انت عندك طريقة فاتمنى في الكومنتات بتاعتكم الاقي تعليق كويس او الاقي مثلا بتقولي لا احنا بنعمل كذا موجودي بنغير الطريقة كذا عندنا لفة تانية اتمنىكم تكتبوا لي الكلام ده طبعا في التعليقات وطبعا او الفيديو عجبكم اتمنى تشتراك في القناة انا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد ان شاء الله بامر لن نزلوه هنا كنت بدأت الحشوة بحطات الكوكي انت براحتك باختيارك يعني اللي ريحك انا حطيت الكابوتشا وهحط فلفل الوان وطبعا بتختميها بجبنا المزرلة وهتشوف طريقة اللفة بتاعتي عاملة ازاي ممكن تكون لك انت طريقة لفة تانية انا يعني واتمنى ان تتعلقولي وتقولي في طرق تانية بس انا لانا بحبه بلانا بعمله طبعا ان انا اللي بيربوتني ان انا بعمل لأولادي طريقة لفة معينة يعني عشان برضو ويبقوا مسكنها عارفين ياكلوها شوية ما تقعش منهم او تتفكي منهم احنا كبار نقدر نمسكها كويس هم ممكن ما يقدروش دي كت اول طريقة معاكم هاتنا ورتها لكم بتجيبي كي رباية وتقسميها من ربعها مش نصها ولا حاجة من ربعها تدهني السوس او خلط بتاعك موجود وتدهني وهبدأ معاكم دلوقتي في الطريقة التانية اللي انا بموت فيها الصراحة وبحبها وبسهل علي ان انا بعمل لولادي حاجة بدي هلوم في ادهم وبيعرفوا يمسكوها لحد ما بيكلوها ساعد يعني اما بعمل هلوم بطرقة تانية بتفرول منهم او بتفكوا منهم فالحاجة اللي فها بتقع طبعا بصي انا هشرح لك هوت يعني هضفت قدامك الاسوسة هوت وحاطت هنا بطاطس وهبدأ يضيب طبعا اضافات معاك موجودة وبعرفك اللي انا هحطه برضو انا حاطت هنا خضار معاكي طبعا بقى الكابوشة في الانوان عايزة تضيفي ازاتون بيكون عندي موجودة بحط بس انا ولادي مش بيحبه الصراحة بس انا بحبه يعني بحبه يبقى موجود وحطه بيغير طعم الكرباية شوية اسفة طبعا بيزة يعني هم كانوا طالبين بيزة وانا ما عملتهاش لحد دلوقتي وحط هنا الكرب وطبعا بتحط يجبن المزارلة بصي بقى انت لازم بعد ما تخلص المرحلة دي شوفي انا بقى بقى لب الكرباية معاكي ازاي ما شاء الله بقى وتروح يقفلها خالص كل اللي فيها هتحق ونتي بتمسيكها ما شاء الله مش هطوع منك حاجة يعني طبعا اسفة ان انا بصور بيدي واحدة يعني انا بصور بعمل بيد فياريت طراعه ان انا لسه ان شاء الله يعني لسه ما جبتش امكانيات عالمي كده ان انا حاول اصور لكم الموضوع كويس بس رفعتها بيد واحدة ما شاء الله مفيش حاجة واعت منها ولا فكت مني ولا اي حاجة هبدأ احط بقى الحاجات دي كلها وارصها في صانية عشان ارجحها تاني على النار هتاخد سوا تاني لا مش هزود عن السوا ده بحبها كده كل واحد وزوقه كل واحد وطريقته انا اهم حاجة عندي ان انا بصيح الجبن المزرلة من جوه وببقى على يعني طعم الاكل سخن ما يبقاش بارد الكرباية ما هي اللي ان انت بتحطي حاجات كلها سخنة مع بعضها فطبعا انا هنا كنت حاططها على النار وهبدأ اقلبها بقى على الوشين معاكم فوانت بتقلبها بتخلي بالك برضو بتحس ان الكرباية بتسخن او بتشف بتنشف منك تطبعا موطي النار ما هدية النار خالص معاك انتي الاهم حاجة عندك ان الكرباية تبقى ما شاء الله مستوية من جوه تبصي انت عايدة وليكي طبعا اختبر الجبنة انا بقى اهم حاجة عندي ان انا حط الجبنة وسويها صح فمش عارف انتوا الصراحة معايا في الموضوع ده ولا لا انا بغيبش الكرباية ما بحاولش اخد لون غير كده الصراحة بحس ان انا يعني ممكن فينا ثانية تحبها افضل مني فطبعا انا اتمنى ويسعدني ويشرفني اي حد بيشترك في القناة واي حد بيكتب تعليق حلو واي حد بيحاول يدعم جوارية ويقول لحقها كلمة كويسة ربنا يخليكم يجعلكم دايما وقافين في ظهرنا ويكرمكم ودي طبعا كشكل كرباية والسلام عليكم